اشتركوا في القناة 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 سيخالي عليها كما نقوله ولا سيضروفها لا تسبح لها تدير حتى حاجة نقول لك عليك وعلى هذا المشروع هذا المشروع سيكون باب خير لك باب الرزق ستبدل حياتك به إن شاء الله سيحب تنوبيل تشري تنوبيل سيحب تدار تشري دار وعلى شلالة سيحب تفتحان وتفتحان وتحب تدير مشروع بلوتار لوليدات هذا المشروع ستقوني 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 لنهضر من قلبي والحمد لله اللي أنا دخلت فيه إن شاء الله يا ربي أول خلصة ليا ولأول أسبوع بإذن الله نخلصوا راح نبرتاجيه معاكم هكا بش تكون الصدق والمصداقية وأهم حاجة نقولها لكم جميع وحدة دارت فيي التيقة ودخلت معايا ما راحش نخيب الظن ديالها صدقوني هادي فهموها مليح وفهمو مليح مقصودي جميع وحدة راح تدخل معايا بسكع على بالي باليدوك الواتساب الرابط راح يتطرطق الله يبارك كما فيه كل مرة نحط لكم رابط جديد راني رايحة نوقف معاكم وندعمكم حتى لتقيقة الأخرى يعني أنا راني أنا وأختي زوج قانوات تدخلنا في هذا المشروع الجميع وحدة تدخل معايا رايحة تكون مرتاحة ومهنية حتى وين تولي الأسبوع الأول والتاني ترفد دراهمها بالنسبة لهذا المشروع يبيعوا منصات تعليمية يعني يبيعوا لكم ليكوغلوا وليداتكم هم دايرين بخومو الجميع وحدة رايحة تخدمت بروفيتي من هدلا بخومو في رمضان هم دايرين بلي كيتشري منصة وحدة يمدوك يمدوك التانية مجانا يعني انتي تشري منصة لوليدك يقرأ سنة الثالثة متوسط رايحين يمدوك منصة وحدة أخرى لبنتك مثلا اللي راح تجوز الباك عندهم تاني لغات أجنبية عندهم صوروبان كيما أنا شريت باقة متكونة من صوروبان من لغات أجنبية لغة فرنسية لغة إنجليزية وعلى شلالة قلت صوروبان نقري تامي منعلموا الحساب واللغات نقريهم أنا ونقراهم أنا في داري لوحدة تكون غير قاعدة في الدار ما تدير والو من الأحسن تشري باقة اللغات تقدري تقرأي من دارك ما تخرجي ما تروحي تطبعي في الكار ما تدي بلاسي ما تعيي ما والو تقرأي غير من دارك هذه هي يا البنات أنا الحمد لله إن شاء الله ربي يوفقني في هذا المشروع وجميع وحدة رايحة تخدم نقول لك أرواحي معي الريح ما يقيسكش وإن شاء الله تقري ولادك تستفادي الوليداتك كأول حاجة كما نقولوا وتاني حاجة تدخلي مصروفك أسبوعيا كين ديروها تخلصي غير مليون في الأسبوع راهي ربع ملايين في الشهر هادي كين ديروها باللي ما حاش تدخلي لا أعضاء لاوالو مليون برك رايحة تخلصي ربع ملايين لبالك الرجال كما نقولوا بش لاغمهم الشهر كامل ما يدخلش ربع ملايين هذه هي يا حبيباتي مرحبا بكم كامل يعني الدخلوا على بل بليل غروب رح يتغلق رح يتطرطق مدى بكم الدخلوا مع الأوائل بش كامل تستفادوا هنا سوف نشارك معكم واحدة تحلية لجي غراف غراف بنينة عندي نصري تلاتة على الحليب زوج مغارف على السكر زوج مغارف يكونوا بومبيت على ميزينة ولافاني ونضعها فوق النار بعد ما يتقال الخالط ديالنا نحوه أنا رح نضيف له مغرفة تع زبدة الجوز إذا لم تكن متوفرين لديكم هذه الزبدة تلاتة الجوز و الكوكو ديروا مغرفة على مغارف يعني عادي لا يجب أن تتقيدوا بالوصفة أنا قدرت لها هذه الزبدة التي صح مددت لها نكهة هيلة جدت تحلية تلاتة بالجوز و جدت بثاف بنينة دخلت هذه المغارف وزبدة الجوز مع الخالط ديالي وفرقتهم في ريسي بيان واحد اخر ونغطيها بالبابير فيلم اون كونتاكت باش ميدير ناش القشرة والتحلية تقعد على حالها ونضعها تبرد في التلاجة على الأقل تلت سوايا يعني لازم تبرد دمليح لازم لديك فان ديالها لداخل تبرد دمليح ما لفتمسوها من البرة تلقاوها باردة من الداخل مزلها سخونة هنا رح تباش نوجد ثاني لاشانتية هاد لاشانتية هاخليها غير للتزيين شوفوا البنات نص كاس على الماء بارد نص كاس على الماء بارد نص كاس على الكلاسان مع نص كاس على كرام شانتيه وطلعتهم كما لا كنت تشوفوا نعمرهم في اون بوشا دوي انا هنا هاد الطريقة هادى شوفوا البنات لابوشا دوي تاعي دايما نعمرها بلا شانتيه ونخبيها في المجمد ندير صلاة دفروي ندير نمبرت كل حاجة نسحق فيها تزيينها كأون غوزة ستعلة شانتيه نلقاها وجدة وما تخافوش يعني تخسر لكم عادي كديروها في المجمد تجبدوها تلقاوها يبسا استنوها تدي كنجلة تم تم هي تدي كنجلة وستعملوها في التحليات التاعكم في كل وصفات تاوعكم افوالا اهنا هيا كما راكو تشوفوا جبت هادى الهيلال هادا راح تدرت فيه شوية عموكسيرات اللي كنت شريتها مكي خرجت صبح شوية لوذ شوية نواة كاجو شوية بيستاش حلوة الترك من بعد في الليل كيجززة جابنا هادى الكوكا والمغلف هكذا جابنا شوية حاجة والحمد لله كما نقولو على النعمة اللي دايما نقولو ربي استحانو الحمد لله هكا بش يزيد يرزقنا كتر وكتر من رزقوه ولازم للمرأة تكون طاموحة ما تكونش غير هكا قاعدة فالدار ما تدير والو بسكي راح تحس واحد الاحساس باللي ما راهي تفيد للمجتمع لاولادها تحس باللي راهي تولي للور ما نشو نقول بلي لازم كامل تخدمو كامل تخرجو ولا الوحده تحاول تدير اوكيباسيون روحاي لما شي مشروع تدخل به دراهم تدير هواية هكا اوكيباسيون تلتي روحة ما تقعدش غير قاعدة هكك في باطل بالنسبة اللي راهي ما رايحين يقولو لي كيفاش يوم تامي من تيرا كي دخلة في ارفيا وفي نيو وزتي دخلتي في نيو فيزيون يعني عادية البنة كل وحدة وشي ساعدها انا ساعدتني ارفيا والحمد لله خلصت منها ومزلني نخلص منها وعندي جروب ما شاء الله كي ما زيت دخلت نجرب حظي ونسعى كي ما نقولو على شلالة انا تاني مدبيا نخلص بعملين في ساعة كي ما اي وحدة راهي تسمع فيها هنا في الفيديو شكون لي ما تحبش تدخل عشرين مليون في الشهر عبالكم باللي اللي حبيتي دار تشري داري اللي حبيتي تشري تشري كاتكات تشري ايفوك تشري وش حبيتي يعني الوحدة تسبب والدير اللي عليها والباقي على ربي عبالي باللي كان بزاف بالك اللي يترددوا وكان اللي تقولك لا لا هاد المشاريع يخوفوا يا ما فيهم حتى خوف يا لبنات صدقوني ما فيهم حتى خوف تخدمي غير من دارك غير بالواتساب ما تخرجي ما تدخلي شهريات اللي حقك تخرجي تروحي تجبديها وتجي تتمتعي بيها كي ما حبيتي ما لقى يكون الراجل خدام ويعطي لك الدراهم ويصرف فعلك وحاجة ما تخصك ميل وحدة تحبك يكون عندها مدخول شخصي صدقوني ما لقى يكون الراجل بلك يعطي لك زوجمليين في الشهر يقول لك ديري بيهم مش حبيتي ما احنا نسا ما نشبعوش ومدى بينا يكون عندنا مصروف ناء الشخصي والحمد لله على كل احد فالا حبيباتي انا هنا تحلية بعد ما بردت مليح حوالي تلت سواية سوف تضيفت لها 3 مغارف تعلق 5 شنطية ونضربها بالباطغ هذه المرحلة تقدروا تستغناء عليها ما سوف تزيد واحد البنة للكريمة وماذا نقول لكم هذه الكريمة تقدروا تديروها فوق فوندير تخت يعني تقدروا تديروها فوق فوق فاكية كما تقدروا تديرو بيها تحلية وماذا نقول لكم شوفوا انا راجلي ماشي من نوع ليا كل التحليتك وشفتوني ما نديرش تحليت بزاف لا يحبها وما يأكل انا كل ما نديركي كنت عروسها جديد وزادتها لا يأكلها يجب أن أضع بودواغ و اضع بودواغ و اضع بودواغ و اضع بودواغ أريد أن أضع لكم النصيحة لأي واحدة لا تحب بزاف الكرام بصحة الكرام و انا لم أشبعتها غير كليناها كي انا كي تاني مكتسني مختي تاني عجبتها و صحرنا بها فغيمونت جيع السلة جيجرة و خفيفة لا تقهمكم كامل انا هنا هدوك ثلاثة الفيغين حبيت ندير لكم طريقة على التزيين مختلفة هدوك ثلاثة الفيغين كنت مسحتهم بالكوبات و رح نرش فوقهم الكاكاو الكاكاو من الاحسن يكون هدوك الكاكاو البنين انا هدوك نشره لي الزوج بالميزان و بالزفع جبني يعني هدوك هدوك هنزيد نقلل يشري لي منه هكال الحلوات على العيد بسكي جاب الزفع بنين يعني هدوك الكاكاو اللي فيه رحة شوكولة انتم اخيروا النوعية تكون مليحة عندي هنا هدوك اللي فيغين الكبار هدو ما يعني شفيا كبار على الاخرين درت لهم اون غوزة ستعلك خام شانتيه كاين تاني اللي درت لهم هدوك هذا انا عندي تعذوك شوينغوم ميرا هم يتباعوا عدة ادواق الكارامال شوكولة التعلاف خيز على البندق تلقوا بزاف الادواق انا هدوك هدوك بزاف عجبني يمد واحد اللي بنا واحد اللي كشغول انفخي شغه هكال التحليات تعنا حطيت هون في التلاجة اهنا دقيقة الاخرى ولا قولوا 4 ساعة الاخرى رح تعقت هدوك الكباب ديالي انا ندرلو رشات عمعد نص من الفوق حبه تعالبيد نزربعها عليه كامل ونخليها الطيب الشربة تاني كنت سخنتها كما راكوا تشوفوا الحق هنا كان يقرأ في القرآن في تليفيزيون رح هيقدن ايبا رح توجدت ليبول توعيه سقيت كامل الماكلة هنا هاي لك البيتزا هذي كنت وجدتها معاك جيت بزاف 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 بنينة وخفيفة ان شاء الله المرة الجاي نعاودها ونعاود معكم الوصفة بس كليوما ما صورتها حطيت غير الشربة وكانت كوزينتي نقيقي الله الله هنا دايما هكذا كوزينتي كين حط الفطور باش مور الفطور ما نعيش مع الماعن وجدت البن والتمر بس كحنا نكسروا رمضاننا بالبن والتمر انا وزوج واختي الكباب بتاعي ها ولكرا هواجد كان سخون الله الله الشربة تاني كنت سقيتها قعدت لي شوية غدوة من ذلك ان شاء الله نكملوها كنت نستنى في الزوج بشي يجي بالخبز والتحلية كما راكوا تشوفوا راهي تبرد فلا حبيباتي ما سقيتش الكباب بس كعليش انا وزوج ناكلوا غير الشربة في الفطور حتى للصحور بش ناكلوا دوزيان بلا هكا من اللي جيت عنده عروسة وحنا نديرو هكا دوزيان بلا ما نحطوش كامل فوق الطابلة هنا يا تاني الطابلة تاعي صغيرة يعني ما تكفيش لو كان نحط الشربة ونزيد نحط الجواز ونزيد ما طابلتي صغيرة بعد هنا في الليلة ناوختي رحنا وجدنا تلايمنا مع الدراري حطيت كامل وش كان عندي عني هكا صغيرة خفيفة التمر بعد هنا جبنا لي جو جبنا اتاية ثلاثة كاني طيب فوق النار التحلية هذي كلي جت بزاف بنينا عبلكم دوكا شفتها تشاهدها شاهدتكم في الجنة ان شاء الله نتمنى تجربوها البنات وبالنسبة لي قالوا لي يا امتامي مش صرا لك هاد العام العام لي فات كنت تحطي معنا روتينة كل يوم كنت تحطي معنا واصفة شركينا كامل روتينة تتوعك يعني يا البنات صدقوني كنت مريضة الأسبوع اللول تقدروا تقولوا عشر ايام اللولين تع رمضان يعني ما قدرتش كان عندي واحد اللعياء واحد التاعب واحد الفشلة كما نقولوا يا حليل صح ما قدرت شمام المورال التاعي كان صافة من ذلك كنت تعرفوا المورال دفوها طالع دفوها بطسيبو خسامة كوتش مبرتاج عليكم سينو حاجة ما تشدني عليكم يا اغلى حبيبات على قلبي فوالا هذه هي البنات كانت لاغوتين ديالي لنهار اليوم اتمنى من قلبي تعجبكم وتفيدكم اللي لحقت حتى اللي هنا نقول لك فضلا وليس امرا ما تنسينيش بالجام والتعليق وما تنسيش ثاني تجي للواتساب لعله واعسى يكون باب الرزق ديالك تمه وتبدأي معانا ونخدموه كامل كيف كيف نتلاقاوا ان شاء الله في روتينة جديدة سلام اشتركوا في القناة